الريد كربت الريد كربت السجادة الحمرة في المهرجانات السينمائية لا يقف عليها إلا الأبطال وطبعا مهرجان الجونال السينمائي الأخير كان واحد من المهرجانات الكبيرة في صناعة السينما العالمية راح الأهل الجونال النهاردة الناس زي ما لمهان سعدل أشار في البداية كان فيه تخوفات وتخوفات منطقية انت راجع بعد فترة سدة الأربعين الدنيا نشفت خالص واللعبة يعني المدير الفن للمنتخب كابت حسابة بدري بيشتك من ده انه العرض السيء جدا للمنتخب سببه طول فترة التوقف التوقف كان لأجل المنتخب أو هكذا قيل لكن ريني فايلر النهاردة بيقدم لنا عرض سينمائي مبدع لعبة الأهلي في وضع حركة باستمرار وده يمكن الشكل التكتيك الهائل جدا الفريق في حالة حركة طول فترات المباراة باتي نقدر ماتش بقوا نتكلم وناخد راحتنا كلنا يعني لان الحقيقة في كلام كتير يتقال فترة التوقف كنا بنقول ملهاش مبرر واضرت بالكرة المصرية وكنا متخفين تدر فرصة فوق الأهلي اللي كان في أحسن حالاته قبل التوقف شغل المداربين هنا بقى يعني الشغل اللي تحسب للمدير الفني إمتى لما يبقى فريقه معظمه في المنتخبات القومية سواء المحترفين أو المنتخب الإلومبي أو المنتخب الكبير فبيشتغل على المجموعة اللي موجودة معاه بعدين كمان يتعرض لإصابات مؤثرة في ألم مع نجومه يعني 3-4 إصابات وعدم عودة الإصابات أصلا زي كريم ندفد وسي سعى سمير اللي مؤخرا رجع وكان حتى مروان محسن إصابته برضو مأثرة على حتى في عودته هو لسه مش بكامل يقته وجرأته لكن مؤكد إنه هو حيتعافى بمطشين 3 هتلاقيه مروان اللي احنا عارفينه كل ده كان بيخليني الآن جدا هو كان والو ديانج برضو قاله عنده شد أجايه مش عارف ماله عيشنا حالات من التوتر ريزالك أنا كنت بقى أقول لك إيه أبو سئدك ما تكلمني ما تقرأ ليش خبر إصابات تذكر أنت لا حسن نتعور لا حسن إحنا نتعور بقى فالمدرب بقى هنا هنا قيمة الجاز الفني وتأثيره أنه يقدر يشتغل على المتاح دون أن يهتز السيستم والشخصية وأسلوب الأداء يعني حتى هو لما رجع له لعبة القلوم بمخاشر رمضان ولجع له في الفترات ربع ساعة الأخيرة من المباراة فواضح الراجل ده وهو بياخد خطوة محلية بيفكر في الأفريقية وبياخد الأفريقية بيفكر في المحلية عنده بلال بيفكر في الإصابات بيفكر في البودلاء الحقيقة يشعرك أنك تتطمن لوجود هذه العقلية وهذه الشخصية راجل معني جدا جدا بالتفاصيل وهو حتى تصريحه قبل المباراة وعد للمفاجأة وبعد الله هتكون مفاجأة صارة في مباراة الجونة احنا ما شعرناش أن فيه أزمة أزمة لعيبة أو أزمة تنفيذ أو أزمة جماعية يعني الأهلي بالطبع بتاعه موجود وكان مقلقني أكتر العشم 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 اللي عنده الجمهور الأهلي وحشنا الأهلي وحشنا الحمد لله الأهلي حاببنا الأهلي حيرجع يعني هم متأكدين حيشوفوا شيء يمتحهم فكت خايف يخيب أمالهم بطريقة أو أخرى من جراء التوقف فيأتي الفريق عند الوعد ويدلهم الجرعة اللي هم منتظرين حقيقة كل التهنئة للجهاز الفني ولللعبين وأيا هنا ندر نقول الأهلي بمن حضر حقيقة هذا الفريق بالمجموعة بتاعته بقوامه الصغير والكبير والدولي والغير الدولي وأصحاب الخبرة يعني كلها حتى توظيف ولي سليمان أن يخش يجيب جوان من المنطقة من جوه كده برخم عشرة هو يعني بيحل المشاكل بتاعت الفرقة فعلا بالموجود والموجود عند الموعد ما بيخزنش أنت النهاردة استحواز الأهلي واحد وستين في المية أنت بتلعب مباراة برى الأرض في ملعب الجونة الناس كلها كان بتتكلم أصله الملعب مفتوح وطيارات هوا كانت فيه تخوف من طبيعة ملعب الجونة هي ومباراة صعبة وتوقيتها صعبة وإنت هتسافر وخارج عندك كم إصابات وعندك لعبة راجعة من المنتخب الأولومبي مجهدة مش قادرة تستعين بيهم دي نقطة تانية يعني من ضمن المخاوف اللي مكنش بصرح بيها ما اللعبة ممكن تبقى خايفة عشان المشوار الأفريقي هتلعب على مطار على تونس على طول فتبص تلاقي اللعبة بتلعب بهذه الأريحية وهذه الجماعية وهذا الضغط وهذا يعني يفقدوا كرة عشان يجيبوها تاني يبتدوا هجمات تانية حرس مرمى واخدوا الأمور بجد حتى في الهجمات القليلة لا بيتعامل بسبات وبقوة وبثقة يطمئنك خط الدفاع الحمد لله بهذا التماسك في كمان كان تخوف أنك أنت على قد من الناس تقولك أصل جونة عدد كبير من لعبة الأهلي سواء المعارين طبعا مش مسموح لهم يلعبوا بس اللي تم بيعهم واللي انتقلوا واللي سبق لهم اللعبة في الأهلي عندهم دوافع تانية عندهم دوافع إثبات الزات اللي هي أقوى من أي شيء في الظرف ده خلاص بقى ده بيمثلوا فريق بشكل نهائي ده دول اللي انتقلوا انتقال نهائي بالضبط للمحارب بركات عمر بركات عمر بركات الجون ردوان يعني لا دي ناس سعداوي سعداوي ولؤاي لا واللي سبق لهم زي جده زي وجده طبعا واحمد علي لعبة كبيرة واحمد علي يعني لعبة كبيرة جدا ولكن الحقيقة هتعمل إيه الأهلي كويس الحمد لله 61% نسبة استحواز بخطورة بمواقف هجومية متتالية بحالة حركة دايما وفيه أكتر منهم ضاعوا يعني صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر